اعلنت وزارة المالية التزامها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2018 الجاري وذلك في إطار الالتزام المشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطبيق الضريبة استنادا إلى ما قرره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذا الشأن وتوقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة كإطار قانوني موحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول المجلس وسوف تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات بالتعاون مع السلطة التشريعية من أجل إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتهيئة القطاع الخاص والمؤسسات التجارية مع ضمن توافر الاستعدادات اللوجستية والتقنية اللازمة يأتي ذلك بعد أن تم خلال العام الماضي اتخاذ إجراءات مماثلة لتطبيق الضريبة على السلع الانتقائية والتي دخلت حيزة تنفيذ في نهاية شهر ديسمبر الماضي أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد أن التعين رئيس تنفيذي لشركة طيران الخليج هو حق أصير لمجلس إدارة الشركة وقد أوضح الوزير في رده على سؤال برلماني إلى أن الرئيس تنفيذي الجديد للشركة والذي تم تعينه في نوفمبر الماضي يمتلك المهارات المطلوبة لتحويل الشركة إلى الربحية وأضاف الوزير كمال أن الرئيس تنفيذي الجديد يمتلك رؤية وتوجها تجاريا مستقبليا لسجله الحافل وخبراته في العمل بشركات الطيران وقد بيّن الوزير كمال أن مجلس إدارة الشركة قام بتعين شركة استشارية للبحث عن رئيس تنفيذي لطيران الخليج وقامت الشركة بتسمية 93 مرشحا لشغل هذه الوظيفة أطلقت وزارة الصناعة وتجارة والسياحة عملية تسجين للمصانع حسب متطلبات قانون رقم 81 لسنة 2006 بالموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحسب نظام الجديد سيتوجب على كل منشأة صناعية تسجيل منشأتها خلال 60 يوما من بدء إنتاجها الفعلي وتصدر الوزارة بموجب ذلك شهادة القيد في السجل الصناعي صالحة لمدة سنة واحدة على أن يتم تجدها سنويا وقد شددت وزارة الصناعة وتجارة والسياحة على وجوب احتفاظ كل مصنع بالشهادة وتقديمها عند كل طلب وتعامل في كل ما يتعلق بمعاملات المصنع ألمن بأن جميع المصانع مدرجة ضمن قاعدة بيانات الوزارة أعلنت بورصة البحرين عن البدء بسماح للمستثمرين البحرينين وغير البحرينيين الاكتتابة مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سكوك الإجارة الإسلامية الحكومية رقم 25 الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة اعتبارا من اليوم الثلاثاء ومن المتوقع إدراج السكوك بتاريخ الواحد والعشرين من يناير الجاري حيث حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح لغاية يوم الخميس من الأسبوع الجاري من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ويبلغ حجم الإصدار 100 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسك في حين تبلغ مدة الإصدار ثلاث سنوات اعتبارا من يناير 2018 حتى 2021 بعائد ثابت يبلغ 4.8% سنويا أعلن مطار البحرين الدولي عن عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المطار بعد استقرار الأحوال الجوية في المملكة ونصح المطار عبر تغريدات على موقع تويتر كل المسافرين بضرورة مراجعة شركات الطيران ومكاتب السفر للتعرف على حالة رحلتهم وكان مطار البحرين الدولي قد قام بتحويل 13 رحلة بإضافة إلى إلغاء 11 رحلة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية التي مرت بها المملكة خلال الأيام الماضية وقفة سريعة الآن مع أسعار أصرف الدينار البحريني مقابل العملات الخلجية والعالمية مقابل العملات الخلجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لإنهاة تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء من خفاض نسبته 0.73% على مستوى 2322 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 5.220.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 680.000 دينار تم تنفيذها من خلال 89 صفقة وقد تركز نشاط المستثمين في تداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 84% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.31% عند مستوى 7171 نقطة متأثرا بانخفاض مؤشر قطاع العقارات نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع كبير بنسبة 1.5 نقطة مئوية تقريبا عند مستوى 6.312 نقطة وذلك انخفاض كبير لمؤشر قطاع الصناعة ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يغلق بارتفاع يقارب النقطة المئوية الواحدة عند مستوى 4441 نقطة مدعوما بتقدم لمؤشر قطاعات العقارات والاستثمار أيضا الخدمات المالية في حين سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 1.22% عند مستوى 3411 نقطة ويعود سبب الصعود لارتفاع أغلب مؤشرات البورصة في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 0.23% عند مستوى 5093 نقطة مدعوما بتقدم جميع مؤشرات البورصة العمانية في خبر آخر بدأت معظم دول الخليج العربي بمواصلة سلسلة الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تنويع مصاري لدخلها وتقليص العجز في ميزانيتها حيث بدأ فرض ضريبة القيمة المضافة في كل من السعودية والإمارات مع بداية العام الجديد لإضافة إلى رفع الدعم عن أسعار الوقود مزيد من التفاصيل في التقرير التالي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تاكف عليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقليص العجز التجاري في موازناتها المالية بتحسين أوضاع إيراداتها السنوية أعلنت معظم الدول الخليجية عن رفع أسعار الوقود حيث قامت كل من السعودية والإمارات وعمان برفع أسعار البنزين بالإضافة إلى أسعار الديزل مع بداية يناير الجاري 2018 في المقابل بدأت كل من السعودية والإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات إذ أنها كانت أولى الإجراءات التي بدأت السعودية في تطبيقها بداية العام الجاري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تطبيقها ثمانية إجراءات اقتصادية تتضمن تطبيق تعرفة مستحدثة لفواتير الكهرباء ورفع رسوم مرافقي الوافدين إلى 200 ريال وفتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب وتوطين الإبلاغ عن غسيل الأموال وإلغاء الحد الأدنى لبدل السكن وفي الإمارات أكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة له فوائد عديدة على مستوى التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات خاصة القطاعات غير النفطية وأوضح أن التأثير سيكون نسبيا ولا يشكل أي مخاطر قد ينجم عنها إرباك في زيادة الأسعار ترجمة نانسي قنقر